اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل رب اشرح لي صدري ويسر لأمري وحل العقلة من لساني يفقه قولي ثم اما بعد فقد انتهينا في اللقاء الماضي من حديث عمر رضي الله عنه واخذنا طرقه كذلك التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه وفي هذا اللقاء سنبدأ بحديث أبي فغيرة رضي الله عنه أرضاه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العرات الحفات رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم هذا الحديث حديث أبي هرية رضي الله عنه أخرجه مسلم كما هنا وكذلك أخرجه الإمام البخاري فهو من الأحاديث المتفق عليها بخلاف حديث عمر رضي الله عنه السابق بطرقه مما تفرد به الإمام مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري وأما حديث أبي هرية رضي الله عنه فقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه قال هنا الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية ابن علية هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم يعني ابن علية عن أبي حيان أبو حيان هو اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان ابن حيان التيمي الكوفي ابو حيان اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي الكوفي عن أبي زرعة ابن عمر ابو زرعة اختلف في اسمه فقيل هو اسمه هرم وقيل عمر بن عمر وقيل عبيد الله وقيل عبد الرحمن عن أبي زرعة ابن عمر ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بارزا للناس بارزا يعني ظاهرا بارزا للناس يعني ظاهرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي إليه الناس وكان يجلس بين أصحابه وكان الداخل لا يميزه ولا يعرفه فبنى له الصحابة رضي الله عنهم دكانا يعني مكانا في مثابة الكرسي من طين من أجل أن يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفه الداخل الذي يدخل عليه من البادية الذين لا يعرفونه من قبل يعرفون أن هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم اتخذوا له هذا المكان المرتفع دكان يعني مكان مرتفع كالكرسي بنوه من طين يجلس عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يأخذ من هذا الحديث أن العالم أن العالم إذا كان بين مجموعة من الناس وبين الطلاب ينبغي أن يميز وأن يكون له مكان يلق به ويرتفعا أو مرتفعا الآخرين كما فعل هنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس عن ظاهرة ولذلك يقول الله تعالى وتالأرض بارزة عن ظاهرة ويقول الله تعالى ولما برزوا لجالوت يعني ظهروا ويقول الله تعالى وبرزوا لله جميعا وبرزة الجحيم كل هذا بمعنى الظهور أي ظهرت فهنا قوله كان بارزا للناس يعني ظاهر للناس حتى يعرفه الداخل عليه الذي يدخل عليه يعرف ويميزه عن الصحابة رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن صحابته قال فأتاه رجل سبق معنى أن هذا الرجل في حديث عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام وأن جبريل عليه السلام رأاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورته التي خلق عليها وله ستمائة جناح رأاه مرتين وأما بعد ذلك فإنه يراه في صورة رجل إما أن يأتيه في صورة رجل معروف كدحيها الكلبي أو في صورة رجل غير غير معروف قال فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان وهنا نلاحظ في حديث أبي هويرا في هذا الحديث قدم الإيمان على الإسلام بخلاف حديث عمر السابق فإنه قدم الإسلام على الإيمان فقال يا رسول الله ما الإيمان ما الإيمان هو ما استفامية وهي خبر مقدم أي ما خبر مقدم والإيمان مكتدى مؤخر فسأله عن الإيمان فقال صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الذي تصرف له العبادة وحده لا شريك له دون سواه أن تؤمن بالله وملائكته وكذلك الملائكة يركم أركان الإيمان نؤمن من عرفنا اسمه بالتفصيل ومن لم نعرف اسمه نؤمن به إجمالا نؤمن به إجمالا الذي لا يعرف اسمه يؤمن به إجمالا ومن عرفناه أمن به على التفصيل وكذلك مرة معنا هذا وكتابه هنا قال وكتابه بالإفراد هناك في حديث عمر رضي الله عنه قال وكتبه قال وكتبه بالجمع وهنا قال وكتابه وكتابه الإفراد لكن المفرد إذا أضيفه فإنه يفيد العموم المفرد إذا أضيفه فإنه يفيد العموم فهو مضاف والضمير مضاف إليه فهو مضافنا ومدام وضيفه المفرد فإنه يفيد العموم فيكون المراد به الكتب كل الكتب السماوية السابقة وآخرها القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ولقائه هنا ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى ليس المراد باللقاء بلقاء الله رؤية الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الواحد من لا يقطع نفسه برؤية الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يقطع نفسه برؤية الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين الرؤية رؤية الله عز وجل مختصة بالمؤمنين والإنسان لا يدري بماذا يختم له الإنسان لا يدري بماذا يختم له ولذلك ليس المراد بلقاء الله هنا أي رؤية الله سبحانه وتعالى ليس المراد بها رؤية الله سبحانه وتعالى وإنما قال هنا المصنف رحمه الله الشارح قال واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث لأنه قال ولقائه ورسله قال وتؤمن بالبعث الآخر قال واختلف في المراد بالجمع في الحديث هذا بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث فقيل اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء والبعث بعده عند قيام الساعة وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب وعلى كل فإنه ليس المراد باللقاء هو رؤية الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان لا يدري ما الذي يختم له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يميتنا على الإيمان ثم قال ولقائه ورسله ولقائه ورسله كذلك الرسل من أركان الإيمان الإيمان بالرسل أن تؤمن بالرسل من آدم عليه السلام وبعده نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن علم اسمه آمنا به تفصيلا ومن لم نعلم اسمه آمنا به إجمالا ويلزم الإيمان برسول واحد الإيمان بكل الرسل فمن كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل قال ورسله ثم قال وتؤمن بالبعث الآخر وتؤمن بالبعث الآخر البعث طبعا هو الذي يكون بعد الموت عندما يموت الإنسان ويكون في قبره لأن الحياة عندنا دار الدنيا ثم بعد الموت يكون حياة البرزخ في قبره ولا يعلم الإنسان كم سيكون في هذه الدار دار البرزخ في القبر وكما يعني كما هو معلوم أن هذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار فبعد أن يموت الإنسان ننتقل إلى هذه الدار دار 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 البرزخ دار البرزخ وهو القبر فالإنسان إما أن يكون في قبره منعم وإما أن يكون في قبره منعم ومعذاب ولذلك الإنسان المؤمن يفتح له باب إلى الجنة والإنسان الكافر نسأل الله سلام يفتح له باب إلى النار يفتح له باب إلى النار هذه الدار دار البرزخ لا يعلم الإنسان متى أو ما هو الوقت الذي سيكون فيها ستكون آلف السنين أكثر أو أقل الله أعلم بذلك لكن الشاهد من هذا أن هذه الحياة الدنيا التي نعيشها تعتبر لا شيء بالنسبة لحياة البرزخ ولا الحياة الأخرى يعني مهما عمر الإنسان فيها يعني مهما بلغ من عمره ولو وصل مئة سنة أو أكثر من ذلك فإنه يعتبر قليل يعتبر قليل بالنسبة للحياة الأخرى فلا ينبغي الإنسان العاقل أن يضحي بالحياة الآخرة من أجل حياة زهيدة قليلة وشهوة بمجرد أن ينتهي الإنسان منها تنتهي وإنما يعمل في هذه الدنيا يعمل في هذه الدنيا الآخرة إذن الحياة الدنيا ثم ينتقل إلى حياة البرزخ ثم بعد ذلك عندما تقوم الساعة يكون البعث يبعث الناس من قبورهم يبعث الناس من قبورهم ثم ما يكون بعد البعث من الحشر والمرور بالصراط وقبل ذلك الميزان توزن هذه الأعمال الإنسان ثم القنطرة ثم بعد ذلك ثم بعد أن يشتازوا يشتاز المسلمون المؤمنون يشتازون الصراط يشتازون لأن الصراط يكون على متن جهنم على ظهرها الصراط يكون على متن جهنم فإذا والناس يعني على الصراط بحسب أعمالهم بحسب أعمالهم فمنهم من يكونوا كالبرق ومنهم من يكونوا كالريع ومنهم من يكونوا كالخيل وهكذا ومنهم من يعني يمشي مشا وهكذا ومنهم من يسقط في النار نسأل الله العافية والسلامة ثم وكذلك الحوض حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي من شره منه لا يضمأ بعدها أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا ذلك فالشاهد من هذا أن الناس بعد البعث سيمرون بهذه الأمور الشديدة العظيمة ثم بعد ذلك إذا اجتازوا الصراط بعد الصراط القنطرة وهي يقتص بعضهم من بعض ثم يدخلون ثم يدخلون الجنة على حسب أعمالهم والجنة تتفاوت كما أن الجنة لها مراتب وهي تتفاوت في الدرجات فكذلك النار نسأل الله سلامه أهي كذلك تتفاوت ولها دركات ولذلك المنافقون هم يعني في الدرك الأسفل من النار نسأل الله السلامة والعافية قال وتؤمن بالبعث الآخر وهنا وصف البعث بالآخر لماذا إما أن نقول لأنه مبالغة في البيان والإضاح وذلك للاهتمام به مبالغة في البيان والإضاح البعث الآخر وصف بالآخر مبالغة في البيان والإضاح لشدة الاهتمام به وهناك قول آخر ذكره الإمام النووي كذلك رحمه الله قال وقيل سببه أن خروج خروج الإنسان من الدنيا خروج الإنسان خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام وخروجه من القبر للحشر بعث من الأرض فهنا قيد البعث بالآخر ليتميز قيد هنا قيد البعث بالآخر ليتميز هذا البعث عن ذلك البعث الأول وهذا استبعده بعض أهل العلم بعض أهل العلم استبعد هذا القول ولكن الإمام النووي رحمه الله ذكر هذا القول قال وقيل أن سبب خروج أن سببه أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام إلى بعث من الأرحام من الأرحام إلى الدنيا والبعث الآخر خروجه من القبر للحشر بعث من الأرض بعث من الأرض فالأول بعث من الأرحام والثاني بعث من الأرض قال فقيد البعث بالآخر ليتميز يعني للتميز وهنا يلاحظ في هذا الحديث أنه لم يذكر القدر وهو ركم أركاني الإيمان وجاء في حديث عمر رضي الله عنه وهو الذي وعبد الله بن عمر ساق حديث أبيه عمر من أجل لفظة وتؤمن بالقادر خيره وشره وتؤمن بالقادر خيره وشره لكن هنا في حديث أبي هوريا لم يذكر لم يذكر القدر كما هو ملاحظ والرواه يعني قد يتركون بعض الألفاظ فيهم من يحفظ وفيهم من لا يحفظ فلعل هذا من بعضهم حفظة وبعضهم لم يحفظ أو كونه ذكر في موضع آخر فلم يعاد في هذا الموضع في هذا الموضع الذي معنا قال يا رسول الله ما الإسلام كذلك ما الإسلام خبر مقدم وابتدى مؤخر قال الإسلام أن تعبد الله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هناك في حديث عمر رضي الله عنه قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وهنا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو معنى لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله معناته تعبده سبحانه ولا تشرك به شيئا لا معبود بحق إلا الله فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً والعبادة هنا الطاعة والخضوع أن تعبد الله يعني أن تعبده وتطيعه وتخضع له العبادة الطاعة مع الخضوع فإذا قلنا بأن المراد بالعبادة هنا أن تعبد الله إذا قلنا المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقراء بوحدانيته بأنه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد المعبود بحق إلا الله سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها يعني على العبادة لإدخالها في الإسلام فإنها لم تكن دخلت في العبادة وعلى هذا إنما اكتصر على هذه الثلاث الصلاة والزكاة والصوم إنما اكتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره والباقي يلحق بهذه الأركان الثلاثة الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاً أن تعبد الله أن تطيعه أن تطيعه مطلقاً فيدخل فيه جميع وظائف وشرائع الإسلام فجميع وظائف الإسلام وشرائع الإسلام يدخل فيه في العبادة فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم عطف الصلاة والزكاة والصوم يكون من باب ذكر الخاص بعد العام يكون من باب ذكر الخاص بعد العام العام هي العبادة وما فيها من الشعائر إذا قلنا بأن العبادة الطاعة مطلقا تعبد الله عن تطيعه فيدخل فيها جميع وظائف وشعائر الإسلام وعليه فيكون ذكر الصلاة والزكاة والصوم يكون من باب ذكر الخاص بعد العام فهو من باب ذكر الخاص بعد العام لماذا تنبيها على شرفه ومزيته كقول الله تعالى وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِينَ مِثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ فذكر مثاق النبيين على العموم ثم بعد ذلك خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوح عليه السلام ومنك ومن نوح من باب ذكر الخاص بعد العام من باب ذكر الخاص بعد العام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وهنا ذكر ولا تشرك به شيئا بعد ذكره للعبادة قال أن تعبدوا الله ثم قال ولا تشرك به شيئا لماذا؟ لأن الكفار كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى في الصورة يعبدونه ولكن كانوا يعبدون معه الأوثان والأصنام كانوا يعبدون معه الأوثان والأصنام ويزعمون أنها شركاء أنها شركاء ويقولون إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفا فهنا لأن الكفار كانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره من عبادة الأوثان والأصنام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا قال وتقيم الصلاة المكتوبة وتقيم الصلاة المكتوبة وإقامة الصلاة سبق أن تكلمنا عنه في حديث عمر رضي الله عنه وهو أن تؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وأدابها وأن تخشع فيها وأن تراقب الله سبحانه وتعالى فيها وكذلك أن تداوم عليها وأن تحافظ عليها فإقامتها إدامتها والمحافظة عليها وإتمامها على وجهها وإتمامها على وجهها وأداؤها بأركانها وشروطها وآدابها هذا هو إقامة الصلاة فليس كل من أدى صلاة هو مقيم لها ليس كل من أدى الصلاة هو مقيم ولذلك كل الآيات القرآنية عندما يذكر الله يذكر الله عز وجل الصلاة فإنه يذكر الإقامة ولا يذكر الأداء وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة لماذا؟ لأن الإقامة أمر زايد على الأداء الإقامة أمر زايد على الأداء قال وتقيم الصلاة المكتوبة وهنا قيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة بالمكتوبة يعني المفروضة بقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا يعني مفروضا وجاء في أحاديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بالمكتوبة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وكقوله صلى الله وسلم وخمس صلوات كتبهن الله فمع المكتوبة يعني المفروضة قال وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتؤدي الزكاة والزكاة كما أسلفنا هي ركم من أركان الإسلام لكن الذين يعني هذه الأركان الأربعة إقام الصلاة ويتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه من تركها تكاسلا فإن الجمهور يكفرون من ترك الصلاة يكفرون من ترك الصلاة أما الزكاة والصوم والحج فهذا على مذهب الجمهور ليس كفارا إلا من جحد الوجوب من جحد الوجوب هذا لا شك أنه كافر قال وتؤدي الزكاة المفروضة وكذا كنا قال قيد الزكاة بالمفروضة ونلاحظ أنه في الصلاة قال المكتوبة وفي الزكاة قال المفروضة والمعنى واحد المكتوب بمعنى المفروض والمفروض يعني هي المكتوبة فهنا فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد فقيد بالصلاة بالمكتوبة وقيد في الزكاة بالمفروضة لكراهت تكرير اللفظ الواحد لكراهت تكرير اللفظ الواحد وإلا المعنى واحد معنى المكتوب والمفروضة معناها واحد وقوله وتؤدي الزكاة المفروضة يخرج بها صدقة التطوع فهي ليست مفروضة صدقة التطوع ليست مفروضة ليست فرضا وإنما هي تطوع وكذلك تعجيل الزكاة قبل وقتها لأنها لم تفرض عليه يعني الزكاة ما تكون مفروضة إلا إذا حال الحول إذا بلغ النصاب وحال الحول فرض الزكاة وصارت الزكاة واجبة وأما قبل ذلك قبل حول الحول فلا لكن لو أن إنسانا تعجل إخراج زكاة قبل الحول جاز ذلك جاز ذلك قال وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتصوم رمضان وهنا احتج الجمهور بهذا الحديث وبهذه اللفظة بقوله وتصوم رمضان أنه يجوز الإطلاق إطلاق شهر رمضان على شهر رمضان رمضان كلمة رمضان من غير شهر أنه يجوز أن نقول رمضان من غير أن نقول شهر رمضان ولا نقيده بالشهر وهذا على مذهب الجمهور وهناك بعضه علم قال لا يجوز وقالوا بأن رمضان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وسدلوا بحديث لكن هذا الحديث ضعيف جدا هذا الحديث الذي سدلوا به على أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يصح هذا الحديث ولذلك يبقى الصحيح على مذهب ما رأاه الجمهور وهو أنه يجوز أن نقول رمضان يجوز أن نقول رمضان من غير أن نقيده بالشهر ولذلك حتى ورد في أحاجث أخرى من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا هذا يدل على جواز أن نقول رمضان من غير أن نقيده بالشهر قال وتصوم رمضان قلت وهذا فيه دليل على مذهب الجمهور الذين يقولون بجواز ذلك قال يا رسول الله ما الإحسان ما الإحسان سأله هنا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه وهذا هو الركن الأول من أركان الإحسان والإحسان له ركنان الأول هو العبادة والركن الثاني المراقبة الركن الأول العبادة والركن الثاني المراقبة قال أن تعبد الله كأنك تراه يعني كأنك تشاهده وهذه المرتبة العليا فإنك إلا تراه فإنه يراك وهذه هي المراقبة ترقب الله سبحانه وتعالى وسبق معنا في حديث عمر بيان ذلك قال يا رسول الله متى الساعة متى الساعة وهنا سأله عن الساعة قال والساعة يعني يوم القيامة الساعة يعني يوم القيامة يعني متى تقوم الساعة متى تقوم القيامة قال صلى الله عليه وآله وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وهذا فيه بيان أن الإنسان أن طالب العلم والمفتئ إذا سئل في مسألة وهو لا يعرفها ولا يعلمها أن يقول لا أعلم وهذا يدل على ورعه وعلمه وتقواه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها في حديث عمر السابق في حديث عمر رضي الله عنه السابق سأله جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراطها قال أسأله عن أماراتها يعني عن أشراطها ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال للسائل ولكن سأحدثك من غير أن يسأله عن أشراطها وإنما قال ولكن سأحدثك عن أشراطها وهنا أشراط أشراطها عن أشراطها أشراط جمع أشراط جمع والمفرد منه شرط بفتح الراء المفرد منه شرط بفتح الشين والراء أشراط جمع جمع والمفرد منه شرط بفتح الشين والراء والأشراط هي العلامات علامات الساعة وقيل مقدماتها وقيل صغار أمورها قبل تمامها وكل هذه المعاني متقاربة كل هذه المعاني متقاربة سواء قلنا علاماتها أو مقدماتها أو صغار أمورها قبل تمامها كل هذه المعاني متقاربة ولكن قال ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وفي رواية مرت معنا بعلها والبعل كما مر معنا يأتي بمعنى المالك ويأتي بمعنى السيد ويأتي بمعنى الزوج وقد فصلنا ذلك في حديث عمر رضي الله عنه قال إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العرات الحفات رؤوس الناس فذاك من أشراطها يعني العرات الذين لا يدون ما يلبسونه الحفات الذين لا يدون ما ينتعون به صاروا رؤوس الناس ورؤوس يعني من رؤسائهم فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها رعاء بكسر أي الرعات والبهم بفتح الباء وسكون الهاء هي الصغار من أولادي الغنم الصغار من أولادي الغنم والغنم إذا أطلق فيدخل فيه الضان والمعز عندما نقول غنم يدخل فيه الضان والمعز فالمراد بالبهم هنا صغار أولادي الغنم يعني الضان والمعز ومنهم من خصه بصغار أولادي الضان ومنهم من خصه بصغار أولادي المعز ومنهم من خصه بصغار أولادي المعز قال وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان يعني تطاول في البنيان وهذا مر معنا كذلك في حديث عمر قال فذاك من أشراطها ثم قال في خمس لا يعلمهن إلا الله وهنا هذه الجملة في خمس لا يعلمهن إلا الله هذه تفيد الحصر بمعنى أن هذه الخمس الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فاختص بعلمها اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها ولذلك تلى النبي صلى الله عليه وسلم الآية قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير الآية ليس فيها حصر الآية فيها إخبار بأن الله سبحانه وتعالى عنده علم الساعة في الآية ليس فيها حصر بمعنى أنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وإنما قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير لكن الحديث ظاهر ونص أن هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن السنة تبين القرآن وتوضح القرآن وتفسر القرآن ولذلك قال صاسنا في خمس لا يعلمهن إلا الله فدل على أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قال ثم أدبر الرجل ثم أدبر الرجل يعني هذا السائل أدبر بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل وهنا أتى بالتعريف ليردوا عليها الرجل نفسه الذي كان عنده ولم يقل ردوا علي رجل وإنما قال ثم أدبر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل يعني الرجل نفسه الذي كان يسأل قال فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا بحثوا عنه فما وجدوه حينها رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنهم لم يرواه ولم يجدوا شيئا فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم طبعا جبريل عليه السلام الذي أجاب على الأسئلة والذي علم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجبريل عليه السلام فقط يسأل لكن لما كان هو السبب لما كان هو السبب أضيف التعليم إليه لأنه هو السبب في ذلك وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أجاب فقال جاء هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم وهنا كما أسلفنا الدين يدخل فيه الإسلام والإيمان والإحسان كما مر معنا في حديث عمر رضي الله عنه قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نومير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد يعني أبو حيان التيمي يرويه عن أبي زرعة أبو حيان يرويه عن أبي زرعة أبو عمر بن جريع عن أبي هريرة وهنا كذلك أبو حيان يرويه بهذا الإسناد يعني عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فشيخ أبي حيان هنا في هذا الطريق محمد بن بشر أما شيخه في الرواية الأولى فهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا لكنهم اجتمعوا في الطريقين اجتمعوا في أبي حيان ثم قال بهذا الإسناد مثله إذا قال مثله فالألفاظ واحدة إذا قال مثله يعني باللفظ نفسه وإذا قال نحوه يعني بمعناه إذا قال نحوه يعني بمعناه وليس بلفظه وأما هنا فقال مثله غير أن في روايته يعني في هذه الرواية زيادة فيها إذا ولدت الأمة بعلها يعني في رواية في رواية إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان فيها ولدت الأمة ربها وفي رواية محمد بن بشر عن أبي حيان إذا ولدت الأمة بعلها وأما باقي الحديث فبمثله باقي الحديث فبمثله ولكن في رواية محمد بن بشر عن أبي حيان إذا ولدت الأمة بعلها قال يعني السراري يعني السرارية والسرارية فيها لفظان السرارية بتشديد الياء والسراري بتخفيفها ورد اللغتان التشديد السرارية والتخفيف تخفيف الياء السراري السراري فهي لغتان معروفتان والسراري السراري جمع السراري جمع والمفرد منه سرية والسرية هي الجارية المتخذة للوطء السرية هي الجارية المتخذة للوطء ماخذة من السر وهو النكاح قال الأزهري السرية فعلية من السر وهو النكاح قال وكان أبو الهيثم يقول السر والسرور فقيل لها سرية لأنها سرور مالكها قال الأزري وهذا القول أحسن والأول أكثر قال المصنف الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة سبق معنا التفرق بين حدثني وحدثنا حدثني إذا سمع الحديث من لفظ الشيخ بنفسه ولم يشاركه غيره وحدثنا إذا شاركه غيره في سماع الحديث فالإمام مسلم رحمه الله يفرق بين حدثني وبين حدثنا وبين أخبرني وأخبرنا قال حدثنا جرير عن عمارة قال وهو ابن القاقاء وكلمة وهو ابن القاقاء هذه من مسلم رحمه الله تعالى ليبين من هو عمارة وإلا لم يسمعها من شيخه لم يسمعها من شيخه وإنما الذي سمعه من شيخ عمارة فقط من غير نسب ولذلك قال هنا وهو ابن القاقاء قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القاقاء عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة سلوني يعني اسألوني يقول لهم سلوني مع أنه فيه نهي عن السؤال فيه نهي عن السؤال وكثرت وكثرت السؤال و قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم ولذلك نزل في سبب ولذلك ذكر في سبب نزول هذه الآية أن رجلا قال يا رسول الله من أبي أن الرجلا قال يا رسول الله من أبي فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم ولذلك النهي عن السؤال النهي عن السؤال هو السؤال عن الأمور التي لا فائدة فيها ولا فائدة منها النهي عن السؤال الذي لا يستفاد منه والنهي عن السؤال الذي يراد به الإحراج ولذا ورد النهي عن الأغلطات النهي عن الأغلطات فالنهي هنا عن السؤال الأسئلة التي لا فائدة منها ولا تعود على السائل بخير وإنما قد يكون الهدف منها إما التعجيز وإما الإحراج وإما أمر آخر لا يستفاد منه وأما السؤال من أجل أن يتعلم الإنسان دينه ويتفقه في دين الله عز وجل فلا إشكال ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا سألوني هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله فإن هذا السؤال هذا في المأمور به المأمور به فيما يحتاج إليه وهو موافق لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر وقول تعالى يسألونك عن الشاه الحرام يسألونك عن الأهلة كلها فيها ورد فيها السؤال سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا قول سألوني ليس بمخالف للنهي عن سؤاله فإن هذا المأمور به هو فيما يحتاج إليه هو فيما يحتاج إليه الإنسان في أمور دينه وهو موافق لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال صلى الله عليه وسلم سألوني فهابوه أن يسألوا وكان الصحابة رضي الله عنهم يهابونهم يعظمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الرباعية ركعتين وسلم هابه الناس وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا هابوا أن يسألوا هابوه وفي القوم أبو بكر وعمر ثم قام رجل يقال له ذو اليدين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي من البادية الرجل العاقل الذي يسأل أسئلة فيها فائدة من أجل أن يستفيدوا منها قال سلوني فهابوه أن يسألوا فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فهابوه أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام ما الإسلام قال لا تشرك به شيئا وفي الحديث السابق قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وفي حديث عمر قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهنا قال الإسلام لا تشرك بالله شيئا وإذا لم يشرك بالله سبحانه وتعالى فمعنى أذى أنه كان موحدا لله توحيد الله سبحانه وتعالى إفراد بالعبادة يعني أن تعبد الله وحده لا شريك له ولا تعبد معه غيره قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه هناك ذلك أتى بالإفراد كتاب وقلنا أن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله هناك في الطريق الأول عند أبي هريرة لم يذكر القدر وهنا عند أبي هريرة في الطريق الثاني ذكر القدر قال وتؤمن بالقدر كله كل يعني خيره وشره حلوه ومره قال صدقت قال يا رسول الله ما الإحسان سأله على الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه أن تخشى الله كأنك تراه يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالخشية خوف وخشية ومراقبة لله سبحانه وتعالى فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة هناك قال متى الساعة هنا قال متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها قال وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تلد ربها وهنا المرأة أعم يعني تدخل فيها الأمة وغيرها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاتة العراتة الصمة البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها الحفاتة العرى سبق معنا وهنا زاد الصم البكم وليس المراد بالصم البكم هنا الصم أنهم لا يسمعون ليس عندهم حاسة السمع والبكم أنهم لا يتكلمون لا وإنما المراد لا ينتفعون بسمعهم ولا ينتفعون بما يسمعون فكونهم لم ينتفعوا بجوارحهم نفى قال عنهم الصم البكم باعتبار أنهم لم ينتفعوا بجوارحهم فلما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها يعني ليس عندهم سمع ولا لسان يتكلمون بها قال العرات الصم البكم الصم الذين لا يسمعون والبكم الذين لا يتكلمون وهم في الواقع ليسوا صما ولا بكما وإنما المراد أنه لم ينتفعوا بهذه الجوارح لم ينتفعوا بهذه الجوارح في الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى إذا رأيت هؤلاء الجهال الرعاع والملوك الأرض فهذا من أشراط الساعة قال وإذا رأيت رعاء البهم يتطاون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فأتى بهذه الآية التي في سورة لقمان وهو أن الله سبحانه وتعالى عنده علم هذه الأمور الخمسة وكما سبق الآية ليس فيها أنه لا يعلمها إلا هو وإنما الحديث بين ذلك وقال لا يعلمهن إلا الله وهذا يفيد الحصر لا يعلمهن إلا الله يفيد الحصر بمعنى أن هذه الأمور الخمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردوه علي فالتمس يعني ذهبوا يبحثون عنه فالتمس فلم يجدوه فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا هنا تعلموا ورد بضبطين ورد بضبطين الضبط الأول تعلموا بفتح التاء والعين وتشديد اللام تعلموا بفتح التاء والعين وتشديد اللام ومعناه أي تتعلموا أي تتعلموا هذا جبريل أراد أن تعلموا أي أن تتعلموا أراد أن تتعلموا الوجه الثاني أراد أن تعلموا أي تعلموا بإسكان العين تعلموا بإسكان العين وأن لا مخففة مفتوحة مخففة أن تعلموا وكلا اللفظين صحيح والمعنى والمعنى واحد هذا جبريل أراد أن تعلموا يعني أن تتعلموا أو أن تعلموا إذ لم تسألوا لأنكم لم تسألوا لأنهم كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسألوه بعد أن منعوا عن السؤال قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقافي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد سائر الرأسي نسمع دوية صوته ولا نفقه ما يقول يقول حتى دنى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلحا إن صدق هنا الإمام النوي رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث بقوله باب بيان الصلاوات التي هي أحد أركان الإسلام باب بيان الصلاوات التي هي أحد أركان الإسلام مع أن الحديثة ليس فيه فقط الصلاوات وإنما فيه بيان الصلاوات والصيام والزكاة فيه الصلاة والصيام والزكاة قال باب بيان الصلاوات التي هي أحد أركان الإسلام وهذا التوويب كما هو معلوم وكما مر معنا أنه ليس من الإمام المسلم رحمه الله تعالى وإنما هو من الشراح الذين بوابوا وترجموا هذه الأبواب هم الشراح قال هنا قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله ثقف سداسي أتى بستة أتى باسمه واسم أبيه وجده إلى نسبته فهنا المصنف رحمه الله أتى باسمه كاملا السداسي قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف ابن عبد الله ثقفي لكن بعد ذلك لن يعيد هذا وإنما إما يقول قتيبة ابن سعيد وإما يقول قتيبة طيب نكتفي بهذا القدر ونسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاصة في القول والعمل وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا